أهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا بعد تسعة مستمر معكم عبر قناة البلاد طبعا في هذا الجزء مشاهدين الكرام نخصصه للموضوع منح رئيس الجمهورية عبد المجلد تبون وسام عشير للفنان القادير عثمان عريوات طبعا الذي معروف بمصاره الفني الكبير أيقونة التمثيل في الجزائر سيم خلوف البومباردي الشيخ بوعمامة وأدوار وأدوار كبيرة وكثيرة طبعا سيم خلوف البومباردي عثمان عريوات أيقونة رمز طبعا ليه وشتغلك اسم سلطان وليه أنا صراحة فرحت للالتفاتة يعني رئيس الجمهورية لهذا الفنان هذا يعني القادير والكبير القامة القامة ونحن نتمنى أنه يعني هذا الفنان هذا يصيب طريقه إلى يعني إلى الإنتاج يعني طبعا وهذه ربما طبعا معنا سي عمر تريباش المخرج واللي حسب سي عثمان عريوات شخصيا اللي حدث زميل كريم كالي قالوا أنه هو أحسن واحد يمكن يتحدث عليها في بلاتو تلفزيوني لكن قبل هذا روحه إلى سي عبداللهوي وش أكثر دور ولا أكثر لقطة على سي عثمان عريوات ما زلها في بالك؟ ولها لقطاته كثيرة وجميلة جدا كل الجزائريين يعرفوه ويقدروه وشي الجميل والأجمل هو الاتفاتة تعسيد الرئيس لكرمه مؤخرا وشي الجميل أيضا في هذه الحصة المتنوعة يعني تقريبا لأول مرة نجلس مع مخرج كبير أثناء عمره في الإخراج تقريبا خمسة واربعين سنة كما قلت فهذا شيء يعني شارف لي كبير طبعا ربما هذا من جمالية الحصة أن نجمع تخصصات ومجالات ربما بعيدة لكنها قريبة بشكل ما وأيضا الشيء اللي يعني يعني يبقى في القلب كما يقولوا أن هذا الفرنة الكبير جاء خلى الزميل تعو يتكلم عليه فهذا شيء رائع نتمنى نسمعه أشياء كثيرة من عند أستاذ علي واش ستري باش شوف أول وش يعني الوسام للفنان القادرة مع ريوات وش تعليقك شوف أولا يعني بدأ همل من الأول شيء باش نا كل واحد لازم كل واحد نعطوله لأخر تعو رئيس الجمهورية يعني لما في البرمير ديسكور تعو فهمت أنا في البرمير بريزيدون فهم كيفاش اللي تكلم على السينما أنا دايجة نهار تكلم على السينما درت حاقدة وزير منتدب قلت وقيل لما أنهم جبل أربية قلت والله لا صدقني حتى أنا عاود سقسيت الناس قلت ويسكوا هدر على السينما قالوا لي هدر على السينما فهم كيفاش هدي وحدة فهم كيفاش قلت له هدي ديجة طب الشر بخير من بعد بينشير مع الوزيرات تعنا تعالي الثقافة دار يعني وزارة منتدبين مثلا سليم دادة في ودار يوسف سحيري يوسف سحيري كي أنا انجينيور ديطا من الجامعة ببزوار وهو ثاني ودار لسماس دار لغران ديكول تاليسماس تعنا فهم كيفاش 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 دونك ومثل يعني أدوار كبيرة فهم كيفاش دونك يتكون تمثل ديجة عندك ديجة لتيوري وعندك مثلا لابراتيك تمثل وشوف غاوين كين ناقيس تالقيطا دونك ستكون فريمونستان شوى جوديسيو هذي هذي واحدة دونك يعني السينيما ان شاء الله يعني حاجات تبشر بخير وش يعني لك الوسام اللي الفنان القادية الوسام الوسام لما مثلا اعطوه الاوسيما يعني العمل يفات ولا العمل يفات ولا ما لا بيجو بتيش اعطوه الاوسيما اعطوه اوسيما اعطوه اوسيما وما مدوش واعتمان هاريوات ما مدوه شوي سام كل الناس تعله بروفيسيون حسوها كظلم بش نقولك واحد كيمه هذك ما تعطي لهش يعني هذا انا انا موه برسونال موهنا الدماعه تحت لي والله الدماعه تحت لي بسبقه قبل ما نتعامل معاه قبل ما نتعامل معاه هو صديق صديق يعني حتى هو يشتيك بزاف على حسب المدح تاعه في الاتصالات الهاتفية أنا مثلا في الأخير حنا خدمت لايرتها ولايرتها مع الراديو والتليفزيون كانوا كنا مجتمعين قبل ما يقسموها دونك الراديو والتليفزيون سلامهم شخص هو كان من أقرب يعني أصدقاء فم كيفاش وكنا نتمشى وتمشى وما حتى حتى ولا يعني حتى ولا نتمشى معها في طريق قلت له عاريوات قلت له أنا ما نجمش نحضرها مننا صعيب صعيب كثير صعيب كثير باش تمشي نجم التليفزيون وصل للدار نديروه أربعة سوايا صحيح ما تنجمش تمشى معها صحيح وصي اثمان اسمها اكسيسيبل يعني وما يردش ما يردش ما يردش شو يتصوره معه وكده وكده قلت له يا اثمان قلت يرحمها بكتنا ما يردش ما يردش تحب أن ت برخوط ويافة ويحب المشي ووزمان كونا لك تحضرهم باللقاء المعروف سيكون عمره وكالدر العلمان وكالدر عاملة في المنزل الأكب في المنزل الأكب في المنزل الأكب يبدأ comenzى كمونا في المنزل الأكب تفضل المقربة في دكتونيوية يحضر لك في الفرنسيوية يلعب لك الأخرى صيد أو يلعب لك الأخرى لا تفضل إذا كنت قلت أن لك تفضل الإماركسة أو مع أخرى لا أفضل الإماركسة لا أتوجد أن تفضل الإماركسة عندما تعرفون أن نسخة الكتب ونحن نسخة تلك البيتات ونحن نحن نشروع البحراء نحبو هذا الاخراد كان عندنا تقريب نفس التوجه ونعرفه باللي يضحك يضحك بزاف هو أصلا هو فوكاهي يعني لما تلاقيته يعني هو تقريبا ما يختلفش كثير على الشاشة تلك الروح الفوكاهية المنفتحة على الجميع اللي تحب تمرح اللي تحب حس السخرية ملازمه لذلك أنا كان بزاف لي مع البالونش بلي كان يدعي نجمي لابل كوميك كان سيطو معروف في الدور تح بوعماما تشوفو مقاطع من السي عثمان عريوات في فيلم بوعماما مدل شخصية بوعماما تلك الهيبة تلك الكاريزمة صراحة تقول هذا الشي ولا كأنه منفصل تماما على الأدوار الكوميدية تشوف شخصية بوعماما شيء آخر صدقني مشاهد جميلة جدا تقسموها ونشوفوها أعرضها النمومو نشوفوا مقاطع فيلم بوعماما يا ناصر المستضعفين لك الحمد وحدك ولك الشكر لما خيرت رجعنا فيك أهي دارة الضائرة على الكفار ظالمين أرسان نكون في صفوفهم الرعب سيعة ثمانية عن وقت تحرق الفيلق الثاني قود الهجوم ضد موشات الكفار لا تخلوا فيهم لرد خبر الله يجيب عليك الذكر فتح المبين والنصر المتين الله أكبر مهات 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 الحمد لله الذي صدقنا وعده وقل جاء الحق وازهق الباطل وإن الباطل كنزه طبعا تجسيد جميل جدا العود استعجاب يا أخوة سبحان الله صراحة الهيب والكاريزما والحضور الكبير طبعا هذا حسب سي عثمان العريوات في اتصال هاتفي قبل الحصة قالنا بلي هذا الفيلم تم تصويره عام 1984 والديكور وين في عين الصفرة وقال أنه سؤال هذه الأحصينة وهذه الخيول منين جبتوها قال يك القبائل والأعراج تاعة المنطقة يعني سلجبتهم تبرعت بهم لهذا المسلسل حتى يشاركوا في العمل وقال أنه حلمه تجسيد فيلم طبعا بطبيعة الحال وأنه حلمه هو تجسيد شخصية الأمير عبدالقادر سينمائيا ما زال عنده حلم إن شاء الله وكان العواد هادو كان تاني حارس جمهوري قسط كبير والكاشكاد هادو قدرهم من كاشكادور فرنسي ستا هذا يدروا مثلا تاع بكري كيما بوعماما كيما الشيخ أحداد كيما يستجمع صعيبة شخصية مركبة كثير تاع طريقة تاع الزوية نعم صراحة تنسي بروساك ما يتحيلش مع الكاميرا ولكن سيتري باش سمح لي وش وش اللي يمنع مثلا في الجزائر أننا ننتجو وننجزو أفلام كيما هذي مقبيل زميل عليه قال عن سفرة احنا في رمضان ولا تشفع لي كنت نقول بأنه عندنا دي الجزائر استوديو أسيا لوفار يعني تروح العين سفرة تصور تروح العين الخضرات تصور بوس عادة تصور العاصمة تصور وهرن تصور عندنا استوديو أسيا لوفار الطواقم البشرية موجودة الماتير موجودة بمعنى أنه بتاريخنا احنا يعني كل يوم في تاريخ احنا تقدر تصور فيه فيلم ومشهد وكذا إلى خلقه وش اللي يمنع عنا على تخلفت السينيما الجزائري رودوبلينة يعني ما شي رودوبلينة تمشات السينيما الجزائري حتى كانوا محتاجين عن ستن سينيما مثلا السؤال مثلا السؤال اللي نطرحه باش يعني نواجب التاني كيفاش في ظرف يعني عامين ولا ثلث سينيما يغلقوا ثلث مؤسسات السينيما غلقوا لكايك نعم غلقوا لاناف غلقوا لانبيا نعم مش حبي يقول بيقول أنا نجم نقول كي يخربوا بويتهم بأيديهم طبعا بش نروح ونبقا في في عثمان عريوات طبعا موضوع السينيما موضوع طويل وشائك نوعا ما نبقا في عثمان عريوات في فيلم امرأتان وهو فيلم اخراج الأستاذ عمار تريباش طبعا عرضونا مقطع من الجينيريك باش أنا درت الديكابتور على الجينيريك انه فيلم امرأتان هذا الفيلم الجزائري اللي من كثرة ما تقريبا هو يعكس الواقع واقعي لما تتفرجوا تشدك واحد القنطة صراحة يعني كثرة أنه يقيس طبعا هذا هو جزء من الجينيريك امرأتان اخراج الأستاذ عمار تريباش طبعا نشاهدوا مقطع في رمضان الماضي كانت هنا يا الأستاذ بهيا راشدي وقلتنا بلي مشهد الضرب كان مشهدا حقيقيا وأنه قبل المشهد شفت السي عثمان عريوات يويت ويت مع المخرج يعني كانت فيه مؤامرة والله غير شفت طلبنا منها اسماح وكلش فهمت ما ستي على احنا حبينا يعني استدير نورو يعني معاناة تا امرأة محسب لفم باتي مشوية مشي يعني لعب مثلا احنا في الاسلام مثلا البروبلم سي پا بسك تزوج بزوج انسا ولا مصح ما عدلش يعني ببيناتهم مادا ولا البروبلم يعني فهمت وما تنجمش يعني لكون مثلا درنا زوج لقاطات مثلا درنا واحدة يعني ملعوبة نور مع اللاعب وكذا وكذا ما عمدتش بعد تفهمنا مع الاخر بسك كان شوف كان دي السيكونس في فيلم مثلا كان دي السيكونس اللي قولوهم يعني سدينه دراماتيك ما جار كيفاش يعني كيفاش يقولو الكل لحظة درامية الكبرى درامية كبرى نشاهدوا المقطع نشاهدوا المقطع نشاهدوا المقطع يلي تطينك هالله لازم تكون رياليست تنجمش تفهمنا على هذا والمقطع أنا شوفوه يا عجبت الله العجب تدخل الخضرة ما تخضرها شفية وجي تلعب مع الحيوط لعب مع الحيوط دوس مابرك مش بيك يا رجل وعلش مططيني حتى قيمة وعلش يمشي روح الكوزينة لأروحك يمّا يمّا تقدر تلعب تحتها ويحبي تلعب لأبغى قدام الباب يشتروحي نوري يمّا سكتو عليّا فح هوا انترك مخبي عليّا حاجة انت احضر حبيت نعرف وش كين في بارك وش دخلك في يا سيدي وش دخلك عندي الحق كين ثقصي مشي تلعب لأروحك كنت تكيير في الحيط وعلش وعلش كنت تكيير في الحيط ديك يا شكتلك اليوم ما نخرج نحب نعرف وش كاين وفهمني وفهم روحك اهو فستق تطلق تطلق ظل نغرك نغرك تطلق أخفي Lay حجار 자연 يا حجار يمّا خُش منتهاiene أكبلي لا عندهم شد يا حجار لأنني لا تستعيش أغب 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 ضرب ضرب تعصى طبعاً شخصية الحقار تبعني سيناريو نعم مم الطفل يجب حيث و إذهبت ثم سيناريو الحقار وهذه المشارات هي المشارات و مفعولها جداً حقار مثل سيناريو بوشيبي الله يرحمه توفا فم كيفاش هو شفها دون مانيار محشوب تاريس سيريوز فمت أنا شفتها من كان واحد النوع مثلا يعني السينيماتوغرافي قولوا له التراجي كوميدي يعني كان في تياطر وكان في السينما يعني تمزج بين التراجيدي والكوميدي هذا هو الشي اللي يجمع السيعة مع ريوات هذه تشوفها تضحك و تبكي تضحك و تبكي كيفاش تضحك على روحنا تاني تتعكسنا احنا ايه تتعكسنا احنا بسبب نضحك على روحنا هذا هو الشي اللي تراجي كوميدي وممطن لو كانوا في تراجي كوميدي يمكننا التراجي كوميدي يكونوا لديهم دستانسيات كيف يبدو يضحك كيف يدعي كذلك فيما تكون حاجات مثلا يعني تريد كثيرا تنجم تمررها صحيح كيفاش مورمال لو كان نديرها مثلا رياليست كالنس بزا ما يقبلو هاش كحي تفوتوا متبقاش في الاذهان ما فهم أسمح لي شيخ ه المشاهد المشاهد علي المشاهد علي كي يضحك بعد يلوم نفسه كين في نفسه كين يلوم نفسه يقول ان ينضحك على مشهد تراجيذي اسمه تموين الموحد واش عندنا مشهد اخر مومو واش عندنا طبعا عندنا عائلة كناس طبعا نشاهدوا المشهد يعني المثير جدا اللي كانوا في البايكون طبعا هو من اخراجك ايضا سي تريباش طبعا عندنا المشهد مومو هاي يا مومو لا لا هذا مقطع هذا مقطع من البدايات الفنية لسيعة ثمان عريوات في فيلم القطوطة لفتش الطاهر طبعا ربي رحموا هذا الدور كان دور صغير نوعا ما لسيعة ثمان عريوات في بداية الفنية نشاهدوا هذا المقطع انا راني ايسان نخدم في الليل سمعت وما نحب شي تفرافية ولد الحب اي راح تخدم في النهار اي فوق ما تخدم في الليل اي راح تخدم في النهار نسيبني خدمات راح في النهار كون في حزر اوه دانا نسيب لك الخدمة انا البيرو تسع المين دوفر انا اسمع اسمع اقول لي كاشو احد ضربك كاشو احد سرطك قلت بكاشو احد تعد عليك شو فاسيدي شو دي كل فترة هيدرو فيها ملح تيت فراه فيا انا بك الساعة اي طبق اي طبق اي طبق اي ماذا؟ ماذا؟ من الجاتب الكابوس هذه؟ لماذا تحوصها مشكاة الكابوس؟ سيسر رحونا اعطونا التسريح وخلونا نروح على الواحنا ما اسمع؟ قال الكابوس ان الجاتب من الجاتب هذي راه يجيب قديمة يسر عندي مصطفى عليها سمعت من وقت الطورة هي عندي سعيد هيا عبد الله كابو الكابوس هذه ديها عن سبا ماذا؟ طبعا هذا الفنان القادير عثمان عريوات ربما حتى لو كنت باطلالة بسيطة قصيرة يمدل هذك الطبعة طبعا مدام احنا اليوم في وضع صحي في وضع صحي كان فيلم جزائري اسمه طبيب القرية من بطولة فنان القادير عثمان عريوات احيانا عنده مداما هدرنا على اوكسفورد وعلى اديرنا وعلى المختبرات صناعة الادوية هناك ايضا في الثقافة الشعبية محاولات لصناعة الادوية ولي ايجاد العلاج نشوفوا في هذا المقطع ما هي العلاجات اشتركوا في القناة 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 أوضحت codes وضعوا بنا بنا اشتركوا ان 我是اء للرعيان جاب الكرشة والمصران الحين جي والبين جي طيابة العسلية في الزيت والقروي حب القراء عو يتفرق عو ذا يحب وذا يرفع حين لين بلين حمام صفر غرفر كرمه واحد حيد وثلث بيد ودارة ودراء إنما عقرقش عشرة قامت والله يعني هنا التحدي شو ما يقدرش يضحك طبعا عندنا طرق العلاج حنا ثاني سلطاني ما تقدرش ما تقدرش ما تضحكش معه ثمان ما يستحيل سلطاني طرق العلاج عتروسك حل قصعاعش لا لا قصعاعش نعم عداد تقاليد كان حرش مليح الله قريب مليح الله قريب قصعاعش والله الأستاذ وش رأيك وش رأيك يعني يقولك قامت كبيرة دخلت كل بيوت الجزائريين صحيح وأفرحت الجزائريين وأبكتهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وتكريمهم يعني حقيقة هادف ومشجع فالشي اللي قدم عليه السيد الرئيس كما قال وطبعا هو يعني شعبي وحبيب الجمهور طبعا وليه حتى الشباب اليوم شباب هلي في وسأل تواصل اجتماعي ما يعرفش عثمان ما يعرفش عثمان الشباب ته ولكن يتدولوه عبر يتدولوه 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 يشوفوه ريفور مكسان بارسا واسمه بركة ما تخرط هذي يستعملوها الشباب في وسأل تواصل اجتماعي عرق كبير كبير كلماته كذب وتزيد هذا الأمور ما زالوا الشاب ربما أنا المخرج يقول لي أنه الوقت خلاص لكن أنا أصر وألحو الحاحن أنه المقطع تكريم المعلمين جوزنا منه يا مومو وليو شوية معليش نترجوك مومو لأنه جميل جميل جدا طبعا أعدته الزميلة اسمه ربحي في حصة من الداخل من البلاد لكن ابتأينا أنه نجوزوه اليوم لأنه يحمل أفكار ويحمل مشاهد جميلة جدا صح علي هذا هذا نعم جوزه ومومو علي اسمه وعثمان نزيدو لهم شوية ونجيبوهم على بر طبعا طبعا وطبعا معهم الزميلة اسمه نيلي اسمه في المير كاطو نجيبوهم طبعا هذا موسيقى 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 أول مرة في حياتي أفاجأ بأهدي هدية هدية من الله أنا ما عنديش أولاد إنتما رجالي إنتما رجالي كن دايماً كنخلج من حسة نتظر فيهم وقولهم أنا أسعد أستاذة خاصةً كيكونوا فهموا الدرس وخاصةً درس عن نحو موسيقى 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 في اليوم الثاني كنت قدم ليسي قاعد نحتى نشوف طالعين واحد البنات تبهلوا ورد سقسيت قالوا لي يعني اليوم يصادف عيد الأم مع لي الوالدة تاعي غايبة كانت غايبة هذاك الوقت جاتني الفكرة تاع أنه نكرم الأستاذة كانت خرجتني جسكنسي ديسيبلين وتكون يعني فيه ماتابة امي يعني من هدا طبعا هذي المشاهد ربما شفتكم ضيوفنا الكرام الدموع في عيونيكم ربما مشاهد جميلة جدا ما نسيتش خيرك هذي كلمة مليحة هذي كلمة قيمة جدا سي شوف انا نقولك الشباب بتاعنا شباب معجيزات والله لين قلت لك ان الشباب بتاعنا ممكن يدير شيء في مكافحة هذي الوباء بتطوعوا بتحسيسوا للناس لانه شباب يعني رائع جدا عنده واحد الافكار انت التضامن وانت التطوع وانت هكذا وفي رمضان شو شيدير والقفف وشيدير فيه اشياء يعني مكناش عايشينها بكرحنا فانظرنا شباب عظيم هذا ستريب شوش تعلق المدرعة ساخد مت بزافه ربات الناس وربات الاخر يعني استي نوتر جينيراتون كي تشوف يعني دي شوز كي تشوف حتى اللي يعني سولوك انت الشباب انت عنا دركا تختلف يعني غريما والشاب اي تقول عليها حاجة يكون عندها والله يمد هالك وأجمال شي ربما الأستاذة اللغة العربية قلت لها ما أنا ما عنديش ولاد لك انتو مولادي ولما ننظر ليكم في نهاية الحصة ونحسك مفاهمين الدرس هذا أسعد شعور في حياتي سلطاني علي أنا حاجة عظيمة يعني عظيمة جدا صدقني أنا أنا يعني كي كبرت 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 واحد الوقت كنت نقول بي انه درت دراسات عليا هكذا وانا كبير شوية يعني تخصوصات ما زلت الباركة سلطاني وكأنك في عمرك 90 سنة الله العظيم يعلي غير في يوم من الايام تلاقيت باستاذ في ديدو شموراد كنا نخدمه بكري في ديدو شموراد وليك شفا وطالع طرط وارليم لهيه وانا هابط هكذا تهرب قطعت باش نسلم عليه لانه اعطاك عبك اعطاك العلم والجزائر بعد الاستقلال كنا كامل فقراء كل الجزائرين كانوا فقراء يعني الحاجة الوحيدة اللي كانوا يتشبثوا بها العائلة هي المدرسة طبعا تحية 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 شوف بهذا المناسبة الكريمة إذا كنت خلوني نحيي أساتذة ثانوية لطفي وأخص فوارا وأخص الأخوين نابي فوزي ونابي علي يعني أساتذة نتذكرهم دوما وأعطو الكثير نعم بكرمهم إن شاء الله طبعا طبعا تحية تحية شكرا جزيلا شكر ربما ضيوف الكرام البروفيسور عبدالقادر عبدالله ورئيسة نتشؤون الخارجية والجلية بالمجلس الشعب الوطني اليوم ما رأنا مشينك فيك كثير من القطاعات والمحاور في هذه الحصة وأيضا المخرجنا الكبير سيعمار تريباش طبعا اليوم رحلة معاك كانت فنية كتشفنا أيضا وتحية أيضا أستاذنا القادير سيعمار ثمانع ريوات ربي يطول في عمره إن شاء الله ننتظره في أعمال ويعود إن شاء الله إقونة السينما الجزائرية سلطاني شكرا جزيلا أتك صح علي وشكرا ضيوفنا الكرام شرف كبير إن أنا حضر معنا طبعا تفضل تفضل نوجد الأخر لأنه كان عندي أولاد بروفيسور مولو تريباش يعني اللي توفى الله يرحمه اللي استاذير ممبر فونداتور دول أكاديمي دي سوانس الجرين تم متع تسعور أولاده ناجحين حبيت يعني نسلم على أولاده فان كيفاش يانيس كاميليا وراين أربي حفظ وربي يرحمه إن شاء الله شكرا لكم ضيوف الكرام شكرا لكم مشاهدينا تحياتنا وتحيات محمد ناجيب الليلة مومو وأيضا ديدين في الصوت وأيضا معنا كادير في التصوير وأيضا غلاس ومعنا أيضا سعاد سكريبت وبطبيعة الحال كريم كالي مشرف الحصة نلقاكم يوم السبت المقبل مشاهدي الكرام سلام الله عليكم أكسنا بسرع الله اشتركوا في القناة